حضر ملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في لقاء وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والليبية نجلاء منقوش لافروف أكد دعم موسكو صحب القوات الأجنبية بدون استثناء ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 أما الوزيرة الليبية فثمنت الدور الروسي وكشفت أن موسكو مستعدة لتشاور بشأن وضع آلية محددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا فهل تنجح المساعي الروسية في تحقيق هذه الخطوة؟ من موسكو ضيفتنا الليلة المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا أستاذ إلينا أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار موسكو تدعم قرار سحب القوات الأجنبية موسكو تدعم أيضا مقررات اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 نتسأل معك الليلة كيف ومتى ممكن أن يترجم ذلك على الأرض مساء الخير أنا فرحت وقت سمعت تصريحات وزير لفروف هذه برأيي هذا هو مؤشر جيد جدا روسيا مستعدة أن تتعاون بشكل مناء مع أطراف أخرى من أجل إخراج قوات أجنبية فهذا يعني بأنه روسيا أيضا مستعدة للتحضير ألية ملموسة وهي حتى تحضر في جنيف أكثر شيء من خلال اجتماعات 5 خمسة وهي مستمرة هناك فأهم شيء الآن حسب ما أعرف أن تتفق قوة مؤثرة على هذه الآلية وقبل كل شيء من المهم سيكون موقف تركيا لأن الموافقة الروسية الضمنية هي موجودة ولكن روسيا لا تريد أن تقوم بهذه الخطوات بوحدها أو قبل آخرين روسيا تريد أن تنسق هذا الشيء مع أطراف أخرى مع تركيا خاصة لكي تكون هذه العملية متزامنة لكن الموقف التركي على ما يبدو واضحا سدائلنا حتى الساعة يعني فيما توافق اليوم موسكو على هذه المقرارات كان في قيادات عسكرية في طرابلس ترفض مقرارات اللجنة العسكرية المشتركة وبالتالي هل ممكن لموسكو أن تلتزم بهذه الألية أو أن تلتزم بما وعدت به في ظل رفض الآخرين وهنا السؤال هل تسحب موسكو قواتها في حال أبقى الآخرون على قواتهم في الداخل الليبي أولا لنكون دقيقين روسيا أول مرة اعترفت بوجود أي قوات روسية على أرض ليبيا هناك مرتزقة ورئيس بوتين قال مرة أنه حتى إذا كان هناك مرتزقة ناطقين باللغة الروسية فليس لهم أي صلة بحكومة روسيا فهذه الموافقة الروسية التي سمعناها اليوم هي لا تعني نوع من الاعتراف بوجود أي قوة تابعة لحكومة روسيا وأنا متأكدي أن روسيا حتى في هذا الشيء لأنه لا توجد علاقات مباشرة ما بين هؤلاء المرتزقة والحكومة أما إذا كنا نسأل هل روسيا تستطيع أن تعترف بهذه الآلية بوحدها بدون قوة أخرى روسيا تستطيع أن تعترف ولكن الموضوع ليس في الاعتراف الموضوع في تطبيق هذه الآلية هل بإمكانها روسيا بالفعل سحب هذه القوات التي لا تعتبرهم اليوم على صلة بها هل بإمكانها سحبهم من دون الاعتراف بذلك هل لديها اليوم قدرة على سحب هؤلاء هؤلاء ممكن أن ينسحبوا بأنفسهم بدون أوامر من قبل حكومة روسيا إذا كان المرتزقة موالين للتركيا أيضا سحبوا من هناك فهذا هو شرط أساسي وهو شرط معقد أنا أتفق ولكنه ضروري أنتم متشائمين بالشأن موقف تركيا نعم موقف روسيا اليوم برأيي أخف بكثير وأفضل بكثير بالمقارنة مع الموقف التركي ولكن في المحادثات مع روسيا حسب ما أعرف العسكريون الأتراك يعبرون عنه من المروني ويبعثون رسائل إيجابية ومتفائلة جدا كأنه التنسيق هذا هو ممكن جدا يعني بالوقت اللي تقول روسيا أنه ما عندها أي علاقة مع هؤلاء الروس في الداخل الليبي أيضا تركيا تقول أن القوات اللي موجودة في الداخل الليبي موجودة بشكل شرعي بناء على اتفاقيات تم التوقيع عليها سابقا وبالتالي في هذا الإطار أي تقدم وسادة إلينا ترين أنه تحقق يعني في حديث عن أن موسكو تجري محادثات وبالفعل تبدو لكثير من الجهود لتحقيق شيء ملموس لكن حقيقة ما الذي تحقق؟ علينا أن نفرق ما بين مستشارين أتراك وهم موجودين بشكل شرعي واعتمادا على الاتفاقيات مع حكومة ترابلوس أو ما بين مرتزقة أجانب موالين للتركية فهذا هو فرق فهي مشكلتين مختلفتين برأيها فإذا كانت هناك الانتخابات البرلمانية في ليبيا في شهر ديسمبر وإذا تشكلت من ورائها حكومة جديدة فعليها أن تتفق مع حكومة تركية على علية وجود مستشارين أتراك فهذا لازم أن يكون بشكل قانوني بنسبة للمرتزقة فعليهم أن ينسحبوا أكيد ليس فقط هم من سوريا أو ناطقين باللغة الروسية وهم أيضا من سودان وهناك أيضا مرتزقة من شاد موجودين في ليبيا أهم شيء كيف ستتطور الأحناس في داخل ليبيا نفسها لأنه نحن متأكدين أن عدم الاستقرار في ليبيا سببه ليس وجود أجانب هناك هذا أحد عوامل ولكن سببه وعدم التوافق ما بين القادة الليبيين أنفسهم بطبعات الحال سنكون بانتظار مع من ستتعامل روسيا لتحقيق إعادة الاستقرار في ليبيا وخاصة أن أكدت أنها تنسق بعض الخطوات مع بعض الدول شكرا جزيلا أستاذ إلينا سوبونينا المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية حدثتنا من موسكو